اشتركوا في القناة وقال سعادة الشيخ محمد بن خليفة الخليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري ان استمرار تجاوز حجم التداول العقاري ولأكثر من عام مليار دينار بحريني يعد رقما كبيرا ويعكس الاستقرار الذي تشهده السوق العقارية في المملكة وذلك بفضل ما يحظى به هذا القطاع الواعد من دعم من جلالة الملك المعظم ومتابعة مستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وذكر ان عملية التداول العقاري تعتبر ضمن عمليات البيع والشراء التي يحددها السوق الحر وبالتالي كلما تحركت هذه الاموال واستثمرت في الاقتصاد المحلي تضعفت قوة الاقتصاد وتعززت متانته واضاف سعادته ان جهاز المساحة والتسجيل العقاري يعمل على تحسين وتطوير جميع اجراءاته باستمرار لتتواكب مع احتياجات السوق ومتطلباتها حيث تمت اتمتة معظم الاجراءات والمعاملات التي يتم تقديمها للجمهور ضمن خطة التحول الالكتروني للاجراءات كافة ومنها تم اصدار الوثيقة الالكترونية التي تتوفر بها جميع المعلومات المطلوبة من خلال رمز الاستجابة السريعة QR code فضلا عن خصخصة خدمات المسح العقاري بالتعاون مع القطاع الخاص هذا ويتم خلال الوقت الراهن مراجعة بقية الاجراءات ليتم طرحها فور اكتمالها ومن اهمها استخدامات تقنية البلوكتشين وتوفير تقنية العقود الذكية بما يعزز من تنفيذ استراتيجية التحول الالكتروني تماشيا مع برنامج الحكومة للأعوام 2023-2026 اكد خبراء ومسؤولون اهمية الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة التي اطلقت بهدف تحقيق التكامل بين المقومات والامكانات والخبرات التي تملكها دول الشراكة مما يتيح فرصا صناعية تسهم في تنويع الاقتصاد جاء ذلك في اطار عقاد اجتماعات اللجنة العليا لشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في مملكة البحرين طبعا نعرف اليوم الفرص كثيرة في مجال التعاون بين الدول سواء كان إقليمياً أو على مستوى دول العربية بس للأسف بين الدول العربية هناك عدة معوقات التي تعيط من نمو حجم التجارة والصناعة والتصدير والمشاركة في بعض المشاريع فكون المجموعة التكاملية هذه فيها رؤية واضحة وتوجه واضح نحن نأمل كقطاع خاص أن تكون هذه بداية حق انطلاقة جديدة بدون أي عراقيل بدون أي معوقات التي تساهم في انسيابية الحركة التجارية والصناعية وطبعاً القطاع الخاص دائماً هو بيلقى الفرص بس أهم شيء أن تكون الفرص هذه متكافئة من جميع الأطراف ونبيحنا الجميع يكون يستفيد منها مثل هذه الشراكة بين الخمس دول إن شاء الله رح يساعد شركة حديد البحرين في زيادة صادراتها نحن في شركة حديد البحرين ننتج تقريباً 13 مليون طن من كريات حديد آلية الجودة فمثل هذه الشراكة رح يساعدنا أكثر أن نحن إن شاء الله نصدر حق دول الإمارات ودول مصر والدول الشغيغة تكامل بين الدول هذا يخلق لأننا فرص واعدة إحنا كشركة من القطاع الخاص في القطاع الصناعي طبعاً عدنا براءة اختراع لمعالجة خبث الألمانيوم وهذا يسمح لنا أن نفتح آفاق جديدة سواء مع مثلاً الإمارات العربية المتحدة لأنهم عندهم إنتاج ألمانيوم إحنا في البحرين عندنا إنتاج ألمانيوم وإحنا نعتبر روحنا داونستريم بس مع وجود هذه النوع من التقنية اللي أساساً تم ابتكارها في البحرين وتقدر بسهولة تطلع إلى العالمية إحنا نقدر نقول أن إحنا بما يختص بشؤول الإنتاج إلى المصاهر بتفيدهم واجد وبتأدي إلى وصول هذه المصانع التي تعتبر مصانع كبرى وتنتج ألمانيوم أن يساهمون في تقليل البصمة الكربونية اللي أهم في الواقع الشراكة التكاملية العربية الصناعية مشروع مهم لكافة الدول العربية المشاركة في هذه المبادرة مبادرة تعمل على تكامل سلاسل التوريد ما بين الدول والتكامل الصناعي فيما بينها وهذا بيأدي إلى نمو اقتصادي وازدهار اقتصادي في الفترة القادمة نعتقد رح تستفيد جميع الدول من المدخلات الصناعية الموجودة عندها لمصالح الدول الأخرى ورح تتقوى مجموعة من الصناعات المتخصصة ورح ينتج صناعات جديدة على سبيل المثال احنا عم نعرض اليوم مشروع جديد حيوي استراتيجي وهو مشروع استصنيع سيارة كهرباء في أربع دول يتم من خلال سلاسل توريد في الأربع دول ويتم التصنيع في دولتين من هذه الأربع دول ويتم التبادل التجاري فيما بينها لهذا المشروع والآن نترككم مع دي الأسواق المالية الخليجية أعلن معهد التأمين الملكي البريطاني تعين السيدة إيناس أسير الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة كأول عربية في منصب نائب رئيس وستتولى إيناس أسير هذا الدور المربوق مدعوما بمسيرة مهنية قوية في مجال التأمين تمتد لأكثر من 16 عاما والتي تضمنت العمل في كبريات شركات التأمين المحلية والإقليمية وللحديث أكثر حول هذا الموضوع وأهمية قطاع التأمين يسرنا أن تنضم معنا في الستوديو السيدة إيناس أسير الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة مرحبا بك سيدة إيناس في النشرة الاقتصادية شكرا على استضعفها استاذي في البداية نبارك لك هذا التعيد المشرف ونريد أن نعرف ماذا يعني لك هذا التعيد شكرا الله ببارك في حياتكم طبعا أنا جدا فخورة بهذا التعيد كنائب لرئيس معهد التأمين الملكي في بريطانيا معهد التأمين الملكي البريطاني هو طبعا يعد من أقدم وأعرق وأهم المؤسسات المهنية المانحة لشهادات الاحترافية في مجال التأمين ومعظم قادة التأمين في العالم ويعني خلا نقول عالميا في الشرق الأوسط في الخليج في البحرين تحديدا كلهم يعني حاصلين على شهادات احترافية من هذا المعهد وأنا بالنسبة لي شخصيا مسيرتي معاهم بدت كعضو في سنة 2008 ووصلت الدراسة معاهم إلى ما حصلت على درجة الزمالة في سنة 2015 والحمد لله تم التعيين حاليا كنائب رئيس ومسؤولة عن الأسواق العالمية فطبعا أنا جدا فخورة ولكن أكثر من كون هذا الشيء إنجاز شخصي أنا أعتبر إنجاز حق قطاع التأمين في البحرين ويمكن حق المرأة البحرينية بالدرجة الأكبر فعلا إنجاز مشرف للمرأة البحرينية فيما يخص التكنولوجيا أستاذ إيناس كيف تواكبون تطورات التكنولوجيا في قطاع التأمين تحديدا؟ شركات التأمين كونها جزء لا يتجزء من القطاع المالي اللي يضم البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية تعتبر هاي الشركات كلها تواجه تحدي جدا كبير في تعزيز وتحسين المنتجات والخدمات بشكل عام وتحويلها من الطرق التقليدية إلى الطرق التكنولوجية المتطورة فيمكن هاي الشيء يعد أو هاي تكون عملية مكلفة تحتاج ميزانيات كبيرة ممكن تكون إلى بعض الشيء تكون معقدة في البداية ولكن شيء لا بد منه الكل لازم أنه هو يعني يحاول أن يواكب هذه الطفرة التكنولوجيا اللي صايرة لعدة أسباب وهاي الأسباب أنا أعتقد أن هي تفيد الشركات وتفيد الأشخاص أو العملاء خلا نقول بالدرجة الأولى أيضا فقدرتنا على مواكبة هذه التطورات والتحاولات اللي قاعد نشوفها وذلك يعني التحاول الرقمي استخدام الذكاء الاصطناعي وكل هاي الأمور راح تمكن الشركات من أن هي خلا نقول تقدم الشركات أو تبتكر حلول ومنتجات يعني معاملات تأمينية تكون من يعني درجة جدا متقدمة ومتطورة تتناسب مع احتياجات الأفراد واحتياجات المؤسسات اللي هي قاعدة تتطور وتتغير في هاي العصر اللي احنا عايشين فيه وطبعا هذه المواكبة بتكون بطريقة أسرع الشيء الثاني أنه يعني بتمكننا احنا كشركات ان احنا نقدر خلا نقول نلبي التوقعات حين العملاء عندهم توقعات وخاصة هاي الجيل الجديد حاليا يعني فيه توقعات ان خلا نقول المعاملات يعني اردان in a certain way أو خلا نقول منتجات معينة حين انت قاعدة تقدمينها حق عملائك فبالتالي إذا قدرنا نسوي هاي الشيء شركة التأمين لازم ان هي تنتبه على أو خلا نقول تدمج هذه الطرق الجديدة في كل المراحل من مرحلة خلا نقول تصميم المنتج التأميني إلى طريقة تسويق المنتج إلى طريقة الاكتتاب في التأمين تسوية المطالبات خلا نقول بعدين حتى يعني خدمة العملاء بشكل عام وطريقة التواصل معاهم وأهمة تواصلهم مع الشركة راح تتغير إذا احنا قدرنا نحن نحقق كل هاي الأشياء ونبتكرها بطرق يعني جديدة فهاي الشيء راح يساعد الشركات أن هي تنمي من يعني خلا نقول أعمالها بشكل عام وتحسن أداءها وإذا قدرنا نسوي هاي الشيء فبالتالي إحنا راح نكون نساهم في خلا نقول الصورة The Bigger Picture اللي هو برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي إحنا كلنا قاعدين نحاول ونطمح أن نكون جزء فعال فيه بالتأكيد السيدة إيناس أسيري شكرا جزيلا على حضورك شكرا شكرا